السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم هاشتاج فهمني ومع برنامج نصائح تهمك وان شاء الله النهاردة هننصح ابنائنا وطلابنا طلاب الصف الثالث السنوي بنصائح مهمة ازاي يلموا نفسهم خلال شهر رمضان وفي البداية احب اقول لكم كلكم كل سنة وانتو طيبين بحلول شهر رمضان وخلال تلاتين يوم ان شاء الله تحاول تلم نفسك ومضياش وقتك في لعبة او في مشاهدة افلام او مسلسلات او غيره الشهر ده شهر لم تلم المذاكرة ان شاء الله وتطلع من الطلبة المتميزة هنقترح مع بعض اقترح يعني ازاي تذاكر خلال شهر رمضان بساعات معينة وتطلع من اليوم برضو وانت مبسوط وعندك وقت ترفه فيه عن نفسك احنا ان شاء الله هنوضح الجدول الجدامك ده هيشرح لك فكرة ازاي تصحى بدري وازاي تذاكر طول النهار فيه طلبة تانية بتحب تصهر بالليل برضه مقترح لكن خلينا نقترح في الاول ازاي نذاكر من الصبح انت ممكن تصحى ان شاء الله تصلي الفجر الساعة 4 وتفضل تذاكر لحد الساعة 10 الصبح تذاكر اجزاء مهمة فاتت عليك او كانت خلال المذاكرة بتحس انها صعبة عيد عليها تاني نوع ما تذاكرش ست ساعات ورا بعض بدون تنوع لا حاول تجسم ست ساعات دول على مادتين او تلاتة بحيث تطلع من ست ساعات وانت مذاكر كمية اكبر بدون ما تمر بزهج او باي مشكلة بعد كده من الساعة 10 ال 11 دي فترة مفتوحة ممكن تتحرك فيها مسلا تشوف مكان تحكي مع اخ تحكي مع اختك تشوف اي حد في البيت تتحرك بحيث تستغل الساعة دي فيه ترفيه آآ بسيط وسهل وبعد كده من 11 الاثنين آآ تنام تلات ساعات متواصلة وتلات ساعات دولة هيكونوا راحة ليك ويفصلوا آآ دماغك عن التفكير وعن صعوبات المذاكرة بعد كده ان شاء الله تصحى الساعة اتنين تصلي الظهر وتفضل من الساعة اتنين لحد الساعة خمسة وتحل بوكلت على الفترة اللي انت ذكرتها في ست ساعات بتعوض النهار آآ طبعا انت كنت ذكرت مسلا ست ساعات آآ تلات مواد فانت مسلا هتحل بوكلت على تلات مواد لو انت ذكرت في ست ساعات دي مادة واحدة بجي انت هتحل بوكلت او اتنين آآ او كد ما تقدر على المادة اللي انت ذكرتها لو ذكرت مادتين تحل على المادتين لو ذكرت التلاتة تحل على تلاتة بعد كده من خمسة لتمانية دي هتكون فترة الافطار. والفترة دي انت بيحصل فيها لما في البيت. طبعا اطلع اه لاخوتك برى الاوضة وحكي معاهم وولدتك اسألها انها تدعي لك في اليوم ده او والدك او اي حد كبير وليهم. دعي لك ان ربنا يصل لك المذاكرة ويصل لك الامتحانات. اه وتاكل معهم ان شاء الله وتفضل كده لحد الساعة تمانية. سيبك من اللعب والكلام الفاضي. ارجع تاني للمذاكرة. احبقوا له شهر واحد. شهر رمضان ان شاء الله شهر كريم عليك. فما تضيعوش الا في حاجة مفيدة. اه عندك من تمانية للساعة عشرة. ده تخليه جزء مهم برضو تذاكر جزئية تانية مهمة. خلال الساعتين دول. وبعد كده ينام بدري من عشرة ويصحوك ان شاء الله الساعة تلاتة. يعني هتنام خمس ساعات متواصلة. كده انت نمت في اليوم تمن ساعات. نمت خمسة. بالليل. آآ تلاتة في النهار. ورفعت نفسك لو تلاحظ اربع ساعات في اليوم. وذكرت كده في اليوم ما يقرب من عشر ساعات. اللي انت عندك ست ساعات الصبح. وتلاتة وتنين تاني يعني احداشر ساعة. احداشر ساعة قول يا باشا انت مسلا هتضيع منهم نصف ساعة بدون جزد. يعني ذكر تقريبا ما يقرب من عشر ساعات او عشرة ونص بالكتير حداشر ساعة. ده طالب متميز اللي هيمشي على الفكرة دي. والنمت ده هيخليك ان شاء الله تحل في الامتحان بشكل متميز. في طلبة مسلا ما بتحبش تصحى بالنهار. آآ تحب تنام. ولا تعبان او مسلا مش هقدر الم نفسي في النهار. اقول لك خلاص. زبط ان انت تذاكر بالليل. مسلا تبدأ تذاكر من وقت الافطار من الساعة تمانية. ويتعكس يومك بس حاول تنسق ما بين النوم وبين الصهر. يعني اعكس واعمل موازنة الاوقات اللي كنت هتذاكر فيها. هتبدلها بنوم والاوقات اللي كنت هتنام فيها تبدلها بممزاكرة. ما تخليش يومك يضيع فيه الحكاوي والافلام والمسلسلات. حاول تعتزل الناس شوية في قطك. وتلم نفسك بقدر امكان. الحل مهم يا شباب. مش مزاكرة مزاكرة مزاكرة. حل اجزاء مهمة في الكتاب او في كتاب البوكلت او الامتحان او المعاصر. ده هيخليك ان شاء الله تبقى اقوى واحسن واشتر. كل ما تحل اكتر كل ما تبقى اشتر. لكن الطالب اللي هو بيذاكر وبس مش عارف المعلومات دي سستمها ولا يزبطها. ده بيضيع نفسه. ده يعني مقترح بسيط مننا في قناة هاشتاج فاهمني لحبيبنا طلاب تلت السنوي. اه يا ربي يكون استفدتوا من العرض ده. يعني ان شاء الله لو في اه فيديوهات قادمة هنقد برضو نصائح فيها. تابعونا على قناة فاهمني. وفي شروحات للكيميا على هذه القناة. واخبار تهمك. شكرا لكم حسن الاستماع. وتابعونا في فيديوهات وحلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.